تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفحص البيطري تمهيدا لانطلاق بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لسباق القدرة وأقيم الفحص البيطري للجياد المشاركة للسباقات في قرية القدرة بإشراف لجنتي التحكيم والبيطرة وسط تنظيم مميز من كافة اللجانة التي عملت على تسهيل عملية فحص الجياد وترقيمها إضافة إلى عملية وزن الفرسان وعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على دعم سموها المتواصل لرياضة القدرة وستشهد قرية البحرين الدولية للقدرة انطلاق السباقات الدولية التأهيلية لمسافة 120 كم و100 كم والسباق المحلي لمسافة 100 كم والسباقات المحلية التأهيلية لمسافة 40 كم و80 كم وسباق الأنجال المحلي لمسافة 60 كم وأشهدت لجنة الحكام بتعاون الفرساني والاستبلات مع الحكام وحرصهم على اتباع التعليمات وتطبيقها بحذافيرها من أجل سلاسة الفحص